تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية من سمو شيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وقد أعرب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء عن الاعتزاز بما وصلت إليه قوة دفاع البحرين ورجالها المخلصين من أعلى مستويات الجاهزية العالية والعمل الاحترافي تسليحا وتدريبا وتنظيما حتى أصبحت اليوم الدرع الواقي والحصن الحصين للذود عن الوطن ومكتسباته الحضارية والتنموية الكبيرة متمنيا سموه استمرار التقدم والازدهار لقوات دفاع البحرين لتبقى بإذن الله تعالى حامية دوما للوطن الغالي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه دعيا المولى العلي القدير أن يحفظ صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء وأن يسدد على طريق الخير خطاه ترجمة نانسي قنقر